خلينا أقول لحضراتكم أنه طبعا مجهود كبير لازم أكيد اللاعبين هيكونوا مستعدين ليه ربنا يحفظ اللاعبين من الإصابات ويقضي أكتر حاجة بتقلق أي مدير فني مش مشكلة الحمل بنستعدله ولكن اللي بيقلق أي مدير فني هو إصابة أي اللاعبين المهمين أثناء المباريات أو ضغط المباريات طيب إحنا كده يعني خلصنا تقريبا لا إحنا لسه معنا كمان طبعا أخبار طبعا طائرة السيدات أنا أسف طبعا دي حاجة لا تنسى أبدا كابتن حمد الصافي اللي كان معنا في مدخلة الحلقة اللي فاتت والحقيقة الراجل وعد بكل يعني وضوحه صراحة إنه إن شاء الله محافظ على بطولة الدور العام فاضل أربع جولات جولتين فقط يفوز بيهم كابتن حمد الصافي وبناته كافيين إن يفوز باللقب ولكن مش دال اللي بيدور عليه كابتن حمد الصافي كابتن حمد الصافي بيدوروا البنات كلهم طبعا بيدوروا على العلامة الكاملة وإن شاء الله يقدروا يحققوا ده ويفوزوا بالأربع مباراة خلينا أقول لحضراتكم إنه فريق السيدات الكابتن حمد الصافي برضو أكد لنا نفس الكلام اللي قالوا إنه عالي بالحمل البدني جامد قوي وده طبعا بمدروس ومحسوب عشان ما يتعرضش أي لعبة للإصابة خلينا أطلع لجدول بنبين فيه ترتيب الدوري سيدات الكرة الطائرة طبعا عندنا في المركز الأول النادي الأهلي لعب 18 مباراة فاس في 18 مباراة الحقيقة أنا بتوقف عند ده الحمد لله زيرو هزايم ده إن دل فيدل على قوة النادي الأهلي في الكرة الطائرة سيدات على مدار العصور اللي فاتت وطبعا ده جيل بيكمل جيل 54 نقطة يجي نادي الزمالك لعب 16 مباراة فاس في 13 هزيمة 3 نقطة 40 نقطة 14 نقطة طبعا عن الوصيف رقم كبير مباراة تين كافين لحسم بطولة الدوري السيد في المركز الثالث السيد الحقيقة بنهنيه إنه عامل فرقة الحقيقة فرقة جيدة في الطائرة لسيدات هذا الموسم لأن احنا الحقيقة كل نادي بيقدر يوقف فريق على رجله في الآخر ده فايدة المنتخب مصر لعب 16 مباراة نادي السيد 36 نقطة يجي في المركز الرابع نادي الشمس لعب 17 مباراة 34 نقطة كل التوفيق لكابتن حمد الصافي وسيدات الطائرة ولكن طبعا قبل منسيب سيدات الطائرة أكيد هنروح لجدول كمان زيما متعودين مع حضراتكم نشوف المباراة المتبقية وموعدها وهنشوف برضو ضغط المباراة عليهم وده الكلام اللي كان بيقوله الكابتن حمد الصافي خلينا نشوف أول مباراة لسيدات الطائرة هيكون يوم الاتنين 24 أغسطس دي مباراة مؤجلة هكون مع سبورتينج في اسكندرية المباراة الثانية يوم الجمعة 28 أغسطس مع أصحاب الجياد في نادي الأهلي الجزيرة الاثنين 31 أغسطس مع هليوبلس في هليوبلس الشروق المباراة الرابعة الجمعة 11 ستمبر مع الزمالك لم يحدد الملعب بعد طبعا ده مجهود كبير جدا بيبذل في ألعاب الصراط في النادي الأهلي خلينا استكمل معاكم هذا المجهود وهذه الأخبار الحقيقة للناس كتير منتظرها ولكن بعد المصر اشتركوا في القناة